تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وتتضمن الرسالة دعوة أخوية لجلالته لزيارة سلطنة عمان إضافة إلى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين قد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البسعيدي سفير سلطانة عمان لدى المملكة خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر الصافرية خلال اللقاء أكد جلالته على عمق روابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطانة عمان وما يشهده التعاون المشترك والتنسيق المثمر من نمو وتطور على مختلف المستويات لتحقيق كل ما فيه الخير للبلدين ومصلحة شعبيهما مشيدا رعاه الله بالدورة الريادية الذي اطلع به أخوه صاحب الجلالة سلطان عمان في دعم وتوطيد العلاقات البحرينية العمانية وتمنيا جلالته لسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التطور والتقدم لشعبها العزيز دواب الخير والازدهار تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة حكيمة